والآن مشاهدين نتعرف من نبيلة على حكاية تاتا عيدة شكرا جزيلا لك يا مونة تاتا عيدة وسكان القمر يزرعون الجزر عنوان لقصة طفولية ترويها الجدة عيدة سنوبر مع الأحفاد نتابع حكايتها من منا لا يتذكر حكايات الجدات للأحفاد وهم من حولهن يجتمعون لذا كالزمن أبطال وقصص مدخمة بالأحداث الممتعة أما عن الحاضر فكيف تبدو الحكاية؟ هل تغيرت أحوالها وأركانها؟ تابعونا لنتعرف على حكاية الجدة عيدة في هذا البيت مع أحفادها هذا الطريق تبعه هذا مين؟ المركبة الفضائية نزلت إلى تجلس الجدة عيدة محاطة بجورج وأدوارد وسيانة تختصر بحكاياتها تجربة طويلة لأحداث تقصها من خيالها وبإشراك الأحفاد أنفسهم بدأت فكرت أنه أكتب قصة أطفال باللغة العربية بس صار في عندي أحفاد وعمالي صرت أدور لهم على قصص وبدي أعطيهم قصة تخليهم يشعروا أنه لغتهم حلوة لغتهم فيها نغم فقلت لهم سكان القمر يزرعون الجزر لأنه عندهم ضعف نظر فعنا إحنا فيه في لغتنا حلوة فهم يصاروا بينبسطوا أنه فيه إقاع في الكلمة وهكذا تكبر الأحداث بكلمات بسيطة فتحول مساحة المنزل إلى مسرح سينمائي صغير تصدح في أرجائه أصوات الحكاية موضوع القصة عمالي باخده من شو حاسة في نقص عنا فيه بالموضوع في عندي قصة راح تكون سكان القمر يحلبون البقر فيها كل أنواع الحيوانات التي تعطينا حليب أنت أصفري من بيكون كبير سكان القمر؟ أنت بتكون كبير سكان القمر وأنت المركبة الفضائية الجدة كانت دايما هي اللي بتحكي القصة للأطفال في مجتمعنا هلأ الجدات عم بيشتغلوا يعني كل اللي اسمهم جدات كمان عم بيشتغلوا الجدة بطلت فاضية والأم مش فاضية الحياة عم تركض فيهم فنشكر الله أنه فيه هلأ عنا تكنولوجيا حديثة ممكن أن تعود شوي بالقصة لونت الجدة عايدة فضاء واسعا لأحفادها ولأطفال الأهالي لتعطر ذكرياتهم الطفولية ولتبني شخصيتهم بشكل يناسب الزمن الذي نحياه مصطفى السكحال لليوم على الحرة أبو ظبي سمد الجدة عايدة أسلوب القراءة التفاعل مع الأطفال لتقريب الصورة القصصية